كانت المرة الأولى التي أشار فيها الجيش الإسرائيلي توغله بأطراف قطاع غزة منذ أربعة أيام عقب غارات جوية متواصلة وقصف صاروخي شبهه مدنيون بالانهيار كالمطر فيما بيّنت صور أقمار صناعية توغل دبابات وقوات مشات من شمال وشرق القطاع ووصلت بعض القوات إلى ضواحي المدينة بعملية توغل لم تلبث إلا ساعة تحت الضربات الفلسطينية وتركزت مهمة التوغل البري الخاطف بحسب مراقبين في تنفيذ عمليات تدمير للبنى التحتية وكذلك منصات لإطلاق صواريخ وكذلك القذائف المضاد للدروع كما نشرتها القسام في هذه المناطق فضلا عن تحديد أماكن الكمائن وضرب أهداف محددة ومحاولة رسم خطوط لتقدم الآليات والجرافات تقول الرواية الإسرائيلية إن جرافات ودبابات وصلت أطراف حي الزيتون الواقع في جنوب مدينة غزة في محاولة للسيطرة على شريان رابط بين شمال القطاع وجنوبه ويتحدث خبراء عسكريون عن عمليات إسرائيلية تمهيدية يقوم بها الجيش في الوقت الحالي تسبق التوغل البري التام وتعكف قوات من سلاح الجو الإسرائيلي علاوة على الضربات البرية المستمرة فإسرائيل تعتمد في عملياتها على مبدأ العمليات المشتركة في البر والبحر والجو في المحصلة لم تمكث الدبابات الإسرائيلية التي تتوغل وسط القطاع إلا ساعات وجيزة وتنسحب عائدة حيث أتت تحت ضرابات الفلسطينيين فيما تشير كتائب القسام إلى أن التوغل كان محاولة فاشلة لرفع معنويات الشارع الإسرائيلي وأن مقاتليها لا زالوا يشتبكون مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة غرباء إيريز ترجمة نانسي قنقر